اشتركوا في القناة فهذه السرعة ديال العدائين بدوا بسرعة كبيرة بداية السباق ثم تراجع وتناقص في السرعة كتعرفوا السباة شنا هو هو التراكم ديال الاسيد لاكتيك في جسم العداء كما شفنا ذلك في تحليلات ديال السباقات 800 متر وكذلك الحلقة اللي كنت درتها بخصوص هذا السباق ديال 800 متر بدوا تقريبا من 32 كم في الساعة ديال سرعة عالية جدا ثم هات 32 كم في الساعة ديال تناقص إلى غاية ما يقدم يقل على 28 كم في الساعة بنسبة جميع العدائين بونت ديسوندونت في السباق 17 سقونت فيما فوق في المئة المتر الأولى والثانية تكون باقي على طيب بف الجسم العداء تكون السرعة مرتفعة بعض الشيء هنا هي السجداتي هو اللي ربح السباق المسافة دياله بينه وبين جميع العدائين فتناقصت بعض الشيء فبينه وبين تاني عداء ولأنه غير موجود كبير في هذا السباق السجداتي كما كنشوفه 100 متر الأولى في 12 78 100 متر الثانية 11 85 أسرع 100 متر في السباق وكذلك تكون نفس الشيء بسبب الباقي العدائين السرعة اللي كانت في 400 متر الأولى 49 ثانية عنده 8 غالي في الدورة الثانية تركوا مادي اللي أعطاتوا بطء في المئة المتر الأخيرة 14 35 بسالة السباق ولكن فهنيئا لهذا الفوز لأنه وسالة السباق بقوة كبيرة هناك عمل كبير من طرف المدرب دياله اللي قدر أنه يطور هذا المستوى دياله العدائين اللي كي قدروا أنهم يشانجوا الطاكتيك ديالهم شفنا الصعود من الخلف ولكن اليوم في ملتقى ستوكولم سجداتي بيان على أنه قادر على أنه يلعب بطاكتيك آخر طاكتيك مغير طاكتيك البحث على الفوز من الأمام فهنيئا لهم لا هو للمواطن ديالهم مولي سليمان لما كانش فضل السباق فبعد ذات حليل بيانات غضي نشوفه فيديو ديال السباق كورير بطل العالم بطل أولمبي أكتر معلمة تستفهم على هذا العدائين عيسالي والله خرف الصباق جمال سجداتي الأول فضل السباق وصف بطل العالم وعطيت انطلاقة الصباق سباق سريع في طور الأولى ترقيت تايم 1.44 سجداتي غيبقى في المقدمة تابع الأرنب هنا نتيب لي على أن الأرنب داز شوية نحو اليامين وبالتالي فهنا هنا لعداء الجزائري سجداتي تضيع شوية ذي الطاقة دياله لأنه ما مختفيش مزيان وراء الأرنب لاحظوا معي سجداتي على مستوى 400 متر الأولى سعودة 496 في 400 متر الأولى إيقاع سريع جدا فهنا سجداتي ما غدا يراجعش غيبقى محافظ على المركز دياله الأول كما قلت لجو كان تقيل في ستوك هولم جواراته توقيته مبرمز من طرف مدير الملتقى فهو غادي فيه جمال سجداتي تنفس كبير وبينه بتاني عداء فهنا تنقص السرعة هنا وصلوا له ليليد ليهم خضرين غايدخل شوية في توقيت دياله 1.44 وبعض الأجزاء يعني كانوا نويني ديرو قل من 1.44 هنا في الأمطار الأخيرة كتشوفوا أنه فاتولي ليد تنقص سرعة ولكن سلسيبق طريقة جيد 1.44 1.44 أنا ألادي عداء جميل سجداتي وصفة العالم أشكركم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله